اذا قابلت انسانا مستفزة وحاول ان يثيرك او يغضبك فلا تنوله مراده وتجمل بالحلم والحلم نقيض السفه والطيش وهو الانات والتثبت في الامور وذلك من شعار العقلاء قال رجاء ابن ابي سلمة الحلم خصلة من خصال العقل وهو ضبط النفس والطبع وترك الانتقام عند الغضب مع القدرة على ذلك ولذا يقال لا يعرف الحليم الا عند الغضب والحلم صفة يحبها الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والانا وهو من صفات الانبياء قال تعالى فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواهم منيب والحلم قوة وعقل وليس ضعفا كما قد يظن ضان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والحلم محمود العاقبة فقد اهذا اهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه ملك الجبال في اهلاكهم فقال عليه الصلاة والسلام بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وبالحلم تستحق المعونة من الله تعالى قال رجل يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل اي كأنما تطعمهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك وبالحلم تتألف القلوب وتدوم العلاقات قال معاوية رضي الله عنه لا اضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا اضع سوطي حيث يكفيني لساني ولو ان بيني وبين الناس شعرة من قطعت قيل وكيف ذلك قال اذا مدوها خليتها واذا خلوها مدتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر